شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله جانبا من فعالية طواف دبي العالمي للدرجات الهوائية في دورته الرابعة وقد تبع سموه إلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليه أهد دبي وسعدت خليفة سعيد سليمان مؤدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي السباق في مرحلته الأولى واطمأن إلى سلامة المشاركين الذين انطلقوا صباح اليوم بدراجاتهم من مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مرورا بإشارع الملك سلمان بن عبد العزيز وشارع الشيخ زايد وصولا إلى فندق ومنتج أتلانتس في نخلة جميرة حيث نهاية المرحلة الأولى من السباق الذي يتألف من عدة مراحل ويشارك فيه نحو 128 دراجا يمثلون 16 فريقا محترفا من أنحاء العالم بما فيها دولة الإمارات وينظمه مجلس دبي الرياضي وتبلغ مجموع مسافة السباق حوالي 181 كيلو مترا وأبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إعجابه وتشجيعه لمثل هذه المنافسة الرياضية التي يشارك فيها رياضيون من دولة الإمارات جنبا إلى جنب مع رياضيين محترفين من دول العالم ما يتيح لشباب الدولة الفرصة للاحتكاك المباشر مع نضرائهم من أنحاء العالم واكتساب الخبر المتبادلة فيما بينهم وصقل مواهبهم وطاقتهم البدنية والفكرية وأكد سموه أهمية الرياضة بكافة أنواعها وألوانها في حياة الإنسان كي يظل يتمتع بجسم سليم وصحي ومعافى ويضمن شيخوخة غير معتلة ومفعمة بالحيوية والحركة والنشاط اشتركوا في القناة